اشتركوا في القناة اما اخرى بتختلف من بلد لاخر حبيبنا المشتركين والزوار اذا في حدا حابب نحكي عن اي موضوع يترك تعليق اسفل الفيديو رح نحكي فيه بالفيديوهات القادمة ان شاء الله واللي حابب يتابعنا وعجبته القناة يضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وكذلك الجرس ليصل كل جديد في البداية لابد من التوضيح ان هناك فرق بين لبان الدكر والمستكة فلبان الدكر ينمو في المناطق الجبلية اما المستكة تنمو في السهول والمناطق الباردة ولكن يتفقان ويختلفان في العديد من الفوائد ويختلفان ايضا في الشكل والاستعمال فلبان الدكر يستخدم في حالات ضعف الكلا والسعال والخشونة واوجاع الصدر ومقوّل القلب والدماغ ويقوّل ذاكرة اما المستكة واللي رح نحكي عنها اليوم فهي تستخدم في اعداد الطعام وتقوّل كبد والمعدة وتفتح الشهية وتذيب البلغم والصداع والنزلات البردية وقطع النزيف وسوء الهضم وحتى ما نخلط بين المستكة واللبان الدكر وغيره منوصيكم عند الشراء الحرص على ان يكون من محلات متقصصة وموثوقة المستكة واحدة من النباتات المحببة منذ آلاف السنين وتتميز برائحتها الزكية وطعمها المميز وهذه الحبة الماسية اللون تعتبر من المواد الصمغية التي تستخرج من جذوع الأشجار وتختلف جودتها بحسب نوع الجذع ومكان زراعته حيث تؤثر التربة والبيئة على المنتوج وعموما هي عبارة عن فصوص راتنجية معروفة من قديم الزمان والراتنج يبرز تلقائيا من خلال إفراز على لحاء الشجرة ويزداد إذا ما أزيلت شرائح من اللحاء أو بعمل شقوق طويلة في جذع الشجرة والأغصان الكبيرة للنبات فتسيل عصارته الراتنجية سائلة تتجمد بسرعة وتبقى متعلقة بالشجرة على هيئة دموع هشة بيضاوية أو حبوب طويلة لونها أصفر في حين يتساقط الباقي على الأرض وهي شجرة دائمة الخضرة ثمرها أحمر ذات طعم مر نوعا ما وأماكن زراعتها هي حوض البحر البيض المتوسط والشجرة بتعطي ثلاث محاصيل المحصول الأول بيكون لونه ضارب إلى البيض وهو أطيب الأنواع وأجودها والمحصول الثاني بيكون أصفر ناصع أما المحصول الأخير فيكون رمادي وحبوب المستكة معروفة منذ القدم بفوائدها ومنافعها الجمالية والصحية وإلها فوائد لا تحصى وأفضل استخداماتها أنها تساعد في إراحة الجهاز الهضمي من التعب وتمنع الإصابة بقرحة المعدة وتعزز عمل الكبد والطحال وتمنع الإصابة بالزكام الشديد والسعال المزمن كما أن المستكة تعمل على الحماية من أمراض السرطان وتخفف الخلايا السرطانية وتحسن عمل الجهاز التناسلي للمرأة وتقي من الإصابة بأمراض الرحم تستعمل فصوص المستكة في مقدمة التوابل مع حب الهال في المأكولات والعلكة أو العلك والأيسي كريم البوزة كما تستخدم مع بعض المشروبات قل قهوة وتستخدم أيضا كمطيب لبعض الحلويات مثل الرزب حليب كما استعملت قديما ولا زالت في البخور كالعود حرقا وحتى العطور ومستحضرات نظافة البشرة ومستحضرات التجميل وحشو الأسنان بها لإيقاف التسوس والنخر وتهديئة العصب وتعتبر المستكة من أجود أنواع الرتنجات وأغلاها ثمنا واستعملت فصوص المستكة في الطب الشعبي قديما وحديثا فكانت توصف لعلاج النزلات والصداع بأنواعه ولقطع النزيف وعلاج سوء الهضم وعلاج الكبد والطحال وإذا طبخت في زيت الزيتون وقطرت باردة في الأذن فتحت السدد وازالت الصمم واستعملت لتقوية اللثة والأسنان وقال ابن سين عن استعمالها إن شجرة المستكة قابض ودهن شجرته ينفع في الجرب ويصب طبيق ورقه وعصارته على القروح فتنبت اللحم فوقها وعلى العظام المكسورة فتجبرها ومضغه يجلب البلغم من الرأس وينقيه وكذلك المضمضة به تشد اللثة وهو مقوي للمعدة والكبد ويفتح الشهية للطعام ويطيب المعدة ويحرك الجشأ ويذيب البلغم ويقوي الكبد والأمعاء وينفع من أورامها وطبخ أصله وقشره وورقه ينفع في الدزنطارية وانجرات سطح الأمعاء ومن نزف الرحم ونتوء البواسير ويذر البول هذا كلام ابن سين عن استعمالها وقد استعملت المستكة بمضغها لإعطاء رائحة مستحبة للفم وكمضادات لتشنجات المعوية وتقوية اللثة وتحفظ بياض الأسنان وتزيد اللعاب وتقوي المعدة وآلام النقرص وآلام الأعصاب وتستعمل في التقلصات الصدرية وفي الطهي تضفي مذاقا لذيذا على الأطعمة لذلك ينصح بإضافتها إلى الأطباق المالحة والحلوة وأكثر الأطباق التي تناسب المستكة هي الأرز بالدجاج والكبسة والبرياني والإفريك بالدجاج والدجاج المشوي في الفرن والأرز بحليب والمهلبية والبوزة والقهوة على أنواعها ورائحة المستكة زكية في الثلاجة أو البراد أو النبيرة فعند وجود الثوم والبصل والسمك وما شبه ذلك في الثلاجة يبعث روائح مع الوقت فوضع بعض حبوب المستكة البيضاء داخل الثلاجة يطفي رائحة مميزة تجعل الثلاجة مليئة بالروائح العطرة وعند تبخير المنزل تطرد الحشرات والبعوض كما تحافظ على رائحة المنزل جميلة ومن فوائل المستكة أيضا للأطفال أنها تعالج المغص ومشاكل المعدة كالغطيان والإسهال لذلك هي النبات الأمثل لصحة الأطفال فهي تطرد الغازات من البطن وتعالج المغص لذلك هي هامة للرضع وتوقف الإسهال والإمساك فهي تحافظ على توازن المعدة كما تزيد من إذرار البول وتعيد بناء الخلايا في جسم الطفل وفعالة في تخفيف وجع الأسنان وتعزز الجهاز المناعي ومكافعة الأمراض وتعالج مشكلة القيء والغثيان ومفيدة لالتهابات الجسم المختلفة وتحافظ على درجة حرارة جسم الطفل معتدلة ومن آثار المستكة على الجسم بجانب فوائدها للأطفال فلها العديد من الفوائد المهمة جدا لأجهزة جسم الإنسان بشكل عام من هذه الفوائد أنها تعالج مشاكل الجهاز الهضمي والمعدة بدءا من تقرح المعدة ومشاكل القولون والمرئ وهذه تعتبر من أهم فوائد المستكة للكبار والصغار وتفيد المرأة أيضا بأنها تخلص الرحم من الماء الزائد وتقبض أنسجة الرحم وتعمل على تضييق المهبل ووقف نزيف الرحم وتمنع تسوّس الأسنان بما تحتوي عليه من مواد مضادة للبكتيريا وتحافظ على صحة الفم وتقضي على رائحته الكريهة والمستكة لها الأولوية في العناية بالبشرة لأنها مرطبة ومغذية للجلد وتزيد من نظارة ونعومة البشرة وتزيد رائحة العرق كما تقلل من مدى تعرق الجسم وتساعد في تفتيت دهون الجسم المتراكمة خاصة في المناطق القابلة لتخزين الدهون في الجسم وتعالج مشاكل العجز الجنسي وتزيد من الخصوبة عند الرجال بفضل احتوائها على العديد من المواد وتزيد من الرغبة الجنسية لدى كل من الرجل والأنثى تتخلص من الكوريسترول الضار بالجسم وتقل القلب من الإصابة بالأمراض والتصلب الشرائيين وتقلل من خطر التعرض لأمراض السرطان ومنع تفشي الخلايا السرطانية في الجسم وتحمل أنسجة من التلف وتفتح الشهية والإقبال على تناول الطعام وهي علاج للتقلصات الصدرية وهمة للتشنجات المعوية واستخدامها مفيد للكبد والطحال في الجسم وتفيد في انسداد الأذن وحالات الصمم ومن المهم للغاية بعد التحدث عن فوائد المستكة هذه أن نتحدث عن محاذيرها وأضرارها لا بد من الحذر من الإفراط في تناول المستكة لأن ذلك يمكن أن يحدث الكثير من المشاكل لذا من المهم عدم الإفراط في استخدامها فعند تناولها باعتدال لا تسبب أي مشاكل ولكن الإفراط في تناولها والإكثار منها يمكن أن يسبب الكثير من الضرر للإنسان وصحة الجهاز الهضمي فالأبحاث تشير إلى أن لها الكثير من الفوائد بفضل احتوائها على المواد المضادة للبكتيريا لكن الإكثار منها قد يضرب العديد من البكتيريا النافعة التي تعيش في الجهاز الهضمي والجهاز الإخراجي مما يسبب الكثير من الأعراض السلبية فهي ككل الأعشاب والنباتات لها العديد من المنافع لكن يجب عدم الإفراط في تناولها لتفادي حدوث نتائج عكسية يجب عدم الاعتماد على أوراق المستكة وحدها لعلاج مشكلات العجز الجنسي أو سرطان الجهاز الهضمي لأنها غير كافية ولا بد من استشارة الطبيب وعدم الاعتماد على الوصفات الطبيعية بدون فهم ووعي والإكثار من أوراق المستكة يسبب مشكلات في الجهاز الإخراجي مما ينتج عنه الكثير من الأعراض السلبية مثل الإمساك أو الإسهال أو ظهور بعض الاضطربات في الجهاز الخاص بالإخراج ولا شك أن أوراق المستكة والمستكة المطحونة والمستكة المغلية لها العديد من الفوائد وتحتوي على العديد من المنافع لكن الإفراط في استخدامها بسبب وبدون سبب في كل الأطباق والأطعمة ينتج عنه ضرر لذا ينصح بالاعتدال في تناولها لتجنب أضرار أوراق المستكة والاعتدال في العموم في استخدام أي عشبة أو نبتة لتفادي حدوث أي نتائج عكسية قد نجهلها في بعض الأحيان وإن شاء الله تكون هذه المعلومات مفيدة وجاوبنا على استفساركم حبيبنا ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع ومنذكر المشتركين والزوار إذا في حدا حابب نحكي عن أي موضوع بهمه وكذلك أي استفسار أو اقتراح يترك تعليق أسفل الفيديو ورح نحكي فيه بالفيديوهات القادمة إن شاء الله ونشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم ثقتكم بنا من راحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة وإن عجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما الجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته